التقى وزير الخارجية سامح شكري وزير الدولة البريطاني لشؤون شمال إفريقيا وجنوب ووسط آسيا والكومنولث والأمم المتحدة السيد طارق أحمد يأتي هذا اللقاء في مستهل الزيارات الحالية التي يجريها شكري إلى لندن لتشيني أعمال مجلس المشاركة الأول بين مصر والمملكة المتحدة ورحب وزير الخارجية خلال لقائه الوزير البريطاني بالحوار المنفتح بين مصر والمملكة المتحدة حول مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأكد الوزيران على ما يمثله تشين مجلس المشاركة بين مصر والمملكة المتحدة من أهمية كبيرة حيث يسهم في تعزيز مجالات العمل المشترك لا سيما مجالات الاقتصاد وزيادة الاستثمارات البريطانية في مصر كما تناول شكري ووزير الدولة البريطاني تدعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة وسبل التعاون لتخفيف من أساري تلك الأزمة كما تبدل الوزيران وجهة النظر حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية بالإضافة إلى التحضيرات المصرية للصدافة ورئاسة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإيطارية لتغير المناخ كوب سبع وعشرين ترجمة نانسي قنقر